ويشرفنا ايضا ان احنا نستضفهم عندنا هنا في حديقة الازهر الحديقة الجميلة دي اللي هي انشأت منذ عشرة سنوات. احب ارحب دلوقتي بالسايد السفير عشان يقول كلمته. شكرا. مش اخوى كلمته برويس. سيادة الوهافز. رسولنا احنا نسجت خربيها جمعها على اليسر. سيادة الوهافز. ديوفنا واصدقاء المانيا في مصر. احلا وساحلا. ترفونا جميعا القول المأسور وهل يثمر الأسهر إلى الظهور ولكي نبكى في رهاب الشهر نريد اليوم أن نقل من ثراء وتنوء أوجه التعاب المصري الألماني زخرة من ظهور هديكة الأسهر زخرة نتمنى أن يتقدد استهارها عاما بدأ عاما لقد تملكت قلوبنا وأخولنا فكرة ربط وجودنا في مصر ولو ليوم واحد بأحد الرموس التي تمثل منذ كرون طويلة منارة دينية وإلمية وثقافية واقتصادية في قاهرة المخصورة المخروسة ألا وهو مؤسسة الأسهر الشريف هناك كثير من المنظمات والشركات والمؤسسات الألمانية تعمل في مصر ومنها من يتقابس حضوره في مصر 200 عاما عندما دعا والي مصر محمد علي أولماء ومهندسين وأطباء ومماريين ألمان لمساهمة في بناء دولة هديثة هنا في القاهرة بعدهم قاء إلى هنا وأقام فترة من الزمن والبعد الآخر استقر به لمقام نهائيا في مصر وأشاهد هذا لذلك حتى يومنا هذا وعلى سبيل المثال للحصر بعد المنشعات الممارية والمدارس الألمانية أو المقابر الألمانية في منطقة الفستات في مصر الخديمة جميعهم ساهمة في تازيس السمعة التي لا تزال ألمانيا تتمتع بها في مصر حتى اليوم لقد أبهرني تنوء وتعدد أوجه الإلاقات بين مصر وألمانيا عندما توليت مهام منصبي في سيف هذا الآن كثيرا ما تغلب علينا بهكم رتابة الحياة اليومية نظرة دايقة إلى جهود الألمانية المبدولة في مصر سواء كان ذلك يتعلق بالمنطق الذي نستحلكه أو بالمشروع الذي نعرفه أو برب العمل لديه نمل لدينا لديه أو بجريات الحياة السياسية ومن ثم فإن كان لزاما علينا أن نقمع كافة المجالات التي نتعبن فيها في غزمة واحدة وأن نقدمها في فعالية واحدة وإنه لمن دوائي سروري تشريفكم لنا اليوم بهذا الكثرة والمشاركة في هذا الإختفالية وأود في هذا المقام أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لإدارة هديكة الأسهر وكافة العالمين بها على استدفتهم لنا في هذا الموقع الرائع كما نتقدم بخالص شكري إلى جميع من ساهم من مصر وألمانيا في تنظيم وتنفيذ برنامج هذه الإختفالية وشكراً مماثلي مدينتي فرانكفورت وشتونتكارت المرتبطين بإلاقة طوامة مع مدينة القاهرة على تهملهم عنا ورخلتهم الطويلة إلى هنا وأخذ بشكر العميق شركة Mercedes Benz التي استطاعنا بفضل جهودها دعوة استدبال ديوفنا في هذه الأمسية أتمنى لكم الآن مزيداً من المتعة في الشك الختامي من هذا البرنامج وأمل أن يظل أبك ورحيك هذه الزهرة من هديقة الأسهر طويلاً في أنفسكم أتمنى لكم الزهر طويلاً في شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر